على صعيد متصل اعتبرت بطرياركية الروم الأرثوذكس المقدسية في بيان صادر أن الجمعية الاستطانية المتطرفة عطيريت كوهانيم تحاول ضرب الوجود المسيحي في القدس من خلال محاولاتها الاستلاء على أملاك البطرياركية في باب الخليل وأكدت البطرياركية أن تغيير الوضع القائم في البلدة القديمة سيخل بالتوازنات التي حافظت على علاقات طيبة بين أبناء المدينة من جميع الأديان طيلة مئات السنين الماضية مشددة على أن أملاكها الواقعة داخل أسوار القدس هي عقارات تابعة للكنيسة وستبذل الغالي والنفيس في الدفاع عنها ومحاولة استعادتها سواء كان ذلك قضائيا أو من خلال الجهد الدبلوماسي وبالتعاون مع محبي السلام ومعهم العالم المسيحي